اهلا وسهلا مرحبا بكم في قناة الاخوات 3 اليوم ان شاء الله وضمن سلسلة حلوية العيد سنقتم لكم حلوة البوك التقليدية بطريقة سهلة امبستا خليكم مع المقادر اشتركوا في القناة بالنسبة للمكونات انا عندي 125 كرام الزبدة وخمارة الفاني وخمارة حلوة لا نقوم بتقريبا 7 كرام بيضة كاس ديال العنب من سكر غلاسي وكاس ديال الزيت والقشور ديال البرتقال قبصة ديال الملح ودكيك على حسب الخالي اذا اول حاجة غادي ناخده الزبدة غادي نخدموها مع كاس ديال سكر غلاسي وقبصة ديال الملح وغادي نضيفه الكاس ديال الزيت سافي غادي نخلطو هاد المكونات مزيان من بعد غادي نضيفه كيس ديال الزاني ودائما نستمرو في الخلط عاد غادي نضيفه بيضة واحدة وقشور ديال البرتقال ونستمرو بها الطريقة غادي نخلطوه مزيان حتى كتولي بحال شكل كريمة من بعد غادي نضيفه الخميرة ديال الحلويات سبعة جرام مع كاس ديال الدقيق ونخلطوه مزيان الدقيق غادي نبقى ونزيدوه تدريجيا هنا انا يقدرت خمسة ديال كيسا ديال عند ديال الدقيق دكشي اللي اخدتلي العجينة ديالي سوف ينبقى ونخلطوه حتى كنحصل على واحد العجينة رطبة يعني ما تكونش قاسحة كيف كتشوفو في الفيديو خليكم مع تتيماتلي موسيقى ما ترجمة نانسي قنقر يروح ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديال البوق كاتجيه شيشة اورطبة وتستحق التجربة انتمنا لصفتنا لإعجاب ديالكم وانشربوها موعدنا مع فيديو جديد ووصفة جديدة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر